بتشكل جهود الحكومة المصرية والدولة المصرية بصفة عامة التنمية اللي بنشوفها في سينة نموذج يحتزى به في حرص شديد على التنمية ونقل أرض الفيروز لمكان تاني مختلف بشكل رائع ونلاقي فيه خدمات بتتقدم بشكل مختلف في حرص على الاستمرار في ضخ التنمية بمختلف طرقها في حرص على الاستمرار في تحسين جودة حياة المصريين خصوصا في أرض الفيروز صباح الخير يا مصر كان له لقاء مهم مع لواء محمد عبد الفضيل شوشة من شمال سينة مصطفى كفافي كان موجود هناك اتكلم عن كل اللي بيخص سينة من مشروعات قومية والنقلة الحقيقية اللي بقت عليها أرض الفيروز دلوقتي خلينا نتابع بنرحب بكم مرة تانية من مدينة رفح الجديدة وبنتذكر كلام الرئيس السيسي لما قال سيناء قلب مصر والكلام ده ما كانش كلام من فراغ شمال سينة كانت الميزانية بتاعتها اللي بتاخدها من الدولة المصرية ستين مليار جنيه في الفين واربعة عشر النهاردة وصلنا ستمائة مليار جنيه وده رقم أولي بالمناسبة لأن فيه أشياء كتيرة جدا بتخش كلام ده ظهر في مدن جديدة زي اللي احنا فيها في محطات تحليط مية في وظائف عمل في مستشفيات في أشياء كتير جدا بصحبتنا النهاردة يعني رجل شاف سيناء وهي كانت بتحارب مع الإرهاب وشافها لما تعمرت وكبرت رحبوا معايا بسادة المحافظ اللي هو محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اللي هيكلمنا مش بس من منطلق كونه محافظ بل لكونه شاهد عيان على تغير وجه شمال سيناء من مرحلة الإرهاب إلى مرحلة التنمية والتعمير أهلا بك يا فندي مننوارنا أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين في أنحاء جمهورية مصر من رؤيتك شاهد عيان أنا عارف أن رأيك من قبل 2014 لكن من 2014 لغاية 2024 عشر سنين ضعف تيم الميزانية عشر مرات الرقم ده بنش بس كفاهة ده فيه أرقام تانية كتير احكي لنا إيه اللي حصل كيف كانت شمال سيناء وكيف أصبحت لو سبحتيني خليني بقى يعني أرجع لك لورا شوية مش 2014 أنا تعينت هنا محافظ في سنة 2008 فالتجربة من 2008 لغاية دلوقت لغاية 2024 اختلاف جزري في إنجاز المهام بمعنى أننا كنا أنا وأنا موجود في سنة 2008 هنا كان هناك مخطط وهو المشروع القومي لتنمية سين المشروع القومي لتنمية سيناء مشروع كتخطيط وكان عامل الله يرحمه السيد الرئيسي للوزراء الجنزوري في الوقت ده المشروع ده كان تخطيطيا مشروع كويس قوي إنما الإرادة السياسية للتنفيذ كانت يمكن بعض العقبات بتقابلها وأخطر حاجة في العمل اللي إحنا منوطين به إن المسؤول يتكابل في قلة الإمكانيات وما فيش فلا إحنا فيه اختلاف جزري كبير بين 2008 برضو اللي أنا كنت موجود و2014 ولغاية 2024 لأختلاف جزري والاختلاف يعني كلنا شايفينه المكان اللي حضرتك قاعد فيه ده مدينة رفح الجديدة دي كان أصلا فيه قرية اسمها الوفاء في هذه المنطقة المنطقة اللي حضرتك قاعد فيها كان القرية اسمها الوفاء وكانت مدينة رفح على خط الحدود وكننا نحن كان نتيجة الحدود بين مصر وفلسطين أو قطاع غزة وهي فيها نوع من العاطفة العروبية شوية فكان تبصي السكان على خط الحدود بيفصلهم سلك شايك ده بيدي ده وده بيدي ده ويعني مفيش دولة في العالم بتسمح بكده لازم وقد كان كان أول إجراء يتم اتخاذه أنه لازم يكون منطقة الحدودية زيها زي بقية مناطق دول العالم في مسافة لا تقل عن خمسة كيلة طب يا فندم لو رتبنا الأولويات القصة دي كترقم واحد فعلا؟ ده قرار الأهم اللي اتخذ من الأول خالص الرؤية الصاقبة اللي هي ننظم البيت بتاعنا من الداخل من خلال إن احنا نزبط حدودنا مفيش دولة حدودها باليد كده مستباحة كده فكان ده هذا العامل وعشان كده المنطقة دي بتبعد عن خط الحدود الدولية سبعة كيلو يعني احنا مكان هنا عن خط الحدود الدولية اللي هي في اتجاه الشر سبعة كيلو مسافة متمشية مع بقية زي بقية الدول وزي الأعراف كلها اللي موجودة ومين يسمح له بالتواجد وخلافه والمنطقة اللي هي اللي هي الرفح القديمة دي تقلبت بقى عشان خطر تبقى منطقة عزلة معناها إن فيه هنا حدود دولة وهنا حدود دولة والضعوبة تمشي بالصورة الأساسية طب احكي لنا فاندبع مشاهداتك مع السكان من 2014 ل2024 هالي شمال سيناء من ما يعرف هجرة بسبب الأحداث الأمنية وذهاب إلى محافظات تانية إلى عودة مرة أخرى من أجل وجود فرص عمل وهو خلافه يعني النهاردة لما عام بطاقة شمال سيناء بقى ميزة كبيرة جدا إنه يقدر يستفيد بيها من كل هذه الخدمات وانت برضو عشان خاطر تزبط الناس أو الناس تتعود على حاجة مهينة ويبقى تقدر أن أنت تنفذ الهدف اللي أنت عايزه كان لازم أن أنت توجد للناس البديل بتاعهم ما تسيبهمش ما تقولش أنظم حدودي وسايب الدنيا فكان القرار السليم هو إنشاء مدينة جديدة تسمى مدينة رفح الجديدة مدينة رفح الجديدة اللي احنا بقى فيها دي بصددها اتخططت إن هي تسمح بتواجد 700 ألف نسمة يبقوا موجودين في مدينة رفح الجديدة طب حراك لما عملت المدن الجديدة دي كان فيه هجرة عكسية ولكن دلوقتي أصبحت هجرة للداخل هو موضوع الهجرة العكسية ما تقدرش تقوله هجرة عكسية لأن احنا في سنة 2014 الناس أجبروا على إنهم يعني يهجروا أو يسيبوا منازلهم نتيجة طبعا زي ما حددتك عارف والسادة المشاهدين كلهم عارفين الأجواء الأمنية والإرهاب وما حدث من الإرهاب فكان لزاما إن احنا إن الدولة تخطط وفعلا الدولة خططت مدينة رفح الجديدة على ثلاث مراحل رئيسية المرحلة الأولى وهي 272 عمارة فيهم كم شقة فيهم 4352 شقة طب درعا كنت بدردش مع الناس هنا قالولي إن فعلا الإصدق 30 سنة و600 جنيه في الشهر ده حقيقة الدولة هنا بتوفر دعم مادي أولا 55% من قيمة الشقة ما نجد عوى بأي حاجة تاني الشقة 55% من قيمتها الدولة مدعمها نيجي الحاجة التانية جميع المرافق اللي حددتك بتشوفها طرق مية صرف صحي كل الكلام ده الدولة مدعمها بنسبة 100% يعني الدولة هي اللي صرفة على الحاجات اللي هي البنية التحتية بالكامل الدولة صرفة عليها زائد التكلفة بتاعت الشقة الدولة مدعمها بـ 55% 600 جنيه يا فانديم ما يجيبوش إيجار شقة يعني يقل شقة النهار ده حتتأجر بكامل الشقة تمنها 751 ألف جنيه بيدفع بس مقدم 20 ألف جنيه والباقي قصت على 30 سنة القصت اللي هو على 30 سنة بيدفع شهريا 660 جنيه طب هو المواطن ده لازم بطاقته تبقى شمال سينة؟ احنا حطين بقى دوابط طبعا حطين دوابط أولا المرحلة الأولى من المدينة دي مخصصة الصالح أهلنا في بتوع رفح لأن من أكتر الناس تضررا من الإرهاب ويعني تأثروا جامد هم أهالي مدينة رفح يليهم مدينة الشيخ زواي فصدر القرار أنه أول المرحلة الأولى تبقى لصالح أهالي مدينة رفح ثم لو فاض حاجة هيبقى لأهالي الشيخ زوايد أو أنهم يخشوا في المرحلة الثانية زي ما قلت حددتك احنا عندنا ثلاث مراح أسبقية أولى مرحلة الأولية لمدينة رفح طب اسمح ليس ألحرك سؤال أمني ولكن ليه بعد اجتماعي يعني قصة التنمية من أجل إبعاد الإرهاب عن شمال سيناء نجحت بنسبة كم في المية وتقييمك للتجربة دي قد إيه ونقصها إيه تحديد هو فيه معادلة صعبة جدا لازم تتقاس بيعني زي منه كده بالشعرة أيهما يسبق الآخر الآخر الأمن أم التنمية في بعض المعتقدات وبعض الناس الأمن وفي بعض الناس التنمية احنا ماشينا على المصارين الأمن والتنمية لأن التنمية تحمل العبء الرئيسي بتاعها المواطن بتاع شمال سيناء والأمن تحملته القوات المسلحة والشرطة بمسندة المواطنين الأهل الشرفاء من من أبناء شمال سيناء مشينا عليها ولكن الدينة أهمية شوية للتنمية لأن التنمية هي اللي بتكشف الدنيا لأن هي التنمية هي أنا بعتبر من وجهة نظري وكدارس برضو في شؤون سيناء أنه التنمية بتسبق الأمن بخطوات لا وكمان اللي أكتر من كده أنه الناس هنا في محافظة شمال سيناء وأنا دايماً بقولها يعني كده ناس أستوات في الزراعة الزراعة اللي هي بتعتبر أساس فعلاً يعني زي بنقول كده ديهم تتلفف حريقاً لا وفعلاً الكنتلوب العرائشي معروف في كل مصر كل حاجة لا لا مش الكنتلوب كل حاجة خضار طب احنا عملنا إيه المحطات التحلية ليهم عشان قصة الزراعة دي لا هي محطات تحلية المية للشرب فاخت أما الأبار بتاعة المية هي بتاعة الزراعة وكانت مشكلة عندنا رئيسية في منطقة وسط سيناء المية لأن المية كانت موجودة في وسط سيناء عشان تحفر بير وتطلع مية كان لازم أن أنت البير ده عمقه 1200 متر بيكلف من 10-12 مليون جنيه إنما الحمد لله وبتوفيق ربنا وسط الرئيس أما افتتح محطة معالجة مياه بحر البقر دي كل المية اللي طلع منها 5-6 من 10 مليون متر مكعب في اليوم دخل على وسط سيناء يبقى خلاص مشكلة وسط سيناء اللي هي كانت بتعتبر أفقر منطقة وأفقر شريحة في محافظة شمال سيناء نتيجة ندرة المياه هي مش فقرة عشان خطر لا نتيجة ندرة المياه والتكلفة العالية بتاعت المياه أما بوصول مياه محطة معالجة بحر البقر إلى منطقة وسط سيناء وشمال سيناء لا دي غيرت الخريطة بالكامل بتاعت سيناء طب حركبي يعني بتكلمني بشغف كبير عن المزارعين أو أهالي شمال سيناء المزارعين يعني بيعملوا إيه تحديدا بيصدروا إيه الباقي محافظات مصر إيه اللي بيطلع بر مصر كمان إيه أبرز الحاجات اللي بتطلع منه إحنا طبعا الناس عادت إلى أماكنها بقنا بتاع حوالي سنة كده بالنسبة للشيخ زويت ورفح جزء منهم راجع ولكن أنا أمنيتي اللي كنت بشوفه في سنة 2008 كنت الطرق اللي انت جاي عليها مكان انت بتشوف العربات بتاعت المساعدات اللي وقفة دي كان مكان عربات المساعدات اللي وقفة دي ترلات تلاجات جاية تحمل الفواكه والخضروات من أهالي شمان سنة خاصة من مدينتي رفح والشيخ زويت المنظر أنا أمنية حياتي إن هذا المنظر يتكرر مرة أخرى طبعا حتقول لي أو طبعا ليه مش موجود قوي دلوقتي اليومين دول لإن إحنا بقالنا سنتين الناس بتزرع يعني لسه المعدل بتاع النمو والإنتاج لازم يعني بيحتاج وقت ثلاث سنين أربع سنين يعني عندك الزتون لازم بيبدأ يعني بنسبة تلاتين في المية بعد ثلاث سنين أما بيوصل خمس سنين بيبقى بنسبة طرحة مية في المية اللي هي الشجرة بتاعت الزتون يبقى نسبة الطرحة فيها كامل بنسبة مية في المية والموالح يا فندم الموالح طبعا مشهورة بيها شمال سين الموالح طبعا اللي كان شهير بيها مدينة رفع موالح طبعا يعني ملهاش مثيل ملهاش مثيل فعلا وكانت بتسافر إلى الدول سواء العربية أو الدول الأوروبية طب فيه سؤال مهم جدا يا فندم ايه هو القطاع التنموي في شمال سيناء اللي استولى على النصيب الأكبر من الستمائة مليار بقى لا حول حضرتك هو احنا عندنا هنا محاول التنمية متعددة محاول التنمية الزراعية الصناعية التعدينية المجتمعية وهو ده بقى المجتمعية ده هو اللي بياخد نصيب الأسد خلال الأيام دي لأن زي ما حضرتك شايف كده بنشيد مدن جديدة بنشيد طرق جديدة وإحنا بنولي قطاع الصحة والتربية والتعليم أسبقية أولى وعجلة باللبيل وطلباته كلها بالكامل لأن التربية والتعليم والصحة بينعكس على المواطن فورا يعني نتائجه بتلاقيها فورا طب يعني ضعفة الميزانية كم مرة من 2014 لغاية 2024 المخصصات المالية اللي بيديها الدولة لمحافظة شمال سينة لا إحنا على فكرة يعني لو إحنا اعتمدنا على الميزانية ما كناش رحنا وجين الدولة بتعمل مخطط للباجت أو الميزانية بتاعت محافظات جمهورية مصر العربية كلها طب خليني أسأل بشكل تاني لو واحد بطاقته شمال سينة يقدر ياخد شقة زي يقدر يتعالج فين بأسعار مختلفة عن باقي المحافظات يقدر ياخد وظيفة فين يقدر يعلم ولاده فين إيه المميزات اللي بيحصل عليها الشخص اللي بطاقته مكتوف فيها شمال سينة تمام أنا عايزة أقول لك يعني بمناسبة ما أنت بتتكلم مثلا على خطاع الصحة أو الفرد يعني الخدمة الصحية اللي متوفرة له أولا إحنا عندنا هنا وده طبعا لو أنت مشيت تبقى للمعدلات أنه كل كم ألف نسمة يكون لهم مستشفى وخلافه هتلاقي أن احنا كمحافظة شمال سينة ممكن يبقى عندنا بالكتير مستشفيتين ولكن هناك قطاعات كبيرة أو مصاريف كبيرة جدا بتتصرف وأهمها أن الدولة عملة بروتوكول مع خمس جامعات مصرية جامعة الأزهر جامعة القاهرة جامعة الزأزي جامعة المنصورة بيجينا كل أسبوع ده كثرة من 30 ل40 طبيب أستاذ جامعي عشان يقدم الخدمة الصحية لصالح أبناء محافظة شمال سينة في المستشفى الكل يعلم اللي بيحصل في شمال سينة من الصحف والمواقع إنها فعلا اتغيرت وإنما ما بقاش فيه إرهاب وإن الدنيا خلاص بترجع هنا وبتعود الحياة مرة تانية لطبيعتها ولكن اللي بييجي هنا ويشوف الأمر مختلف تماما وبالذات لما يشوف مدن جديدة زي دي ويشوف الأمان اللي بقى فيه الطريق السحلي اللي موجود بيربط كل مدن المحافظة شكرا جزيلا للفندم ست اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء نورتنا وشرفتنا في صباح الخير مصر على القناة الأولى شكرا جزيلا لك يا فت شكرا لحضرتك وشكرا لأبناء شمال سيناء على المجهود المبزول وبمناسبة الاحتفالات بأعياد تحرير سيناء 25 إبريل وخلي بالك يعني احنا العيد الوحيد اللي الدولة والمحافظة بتحتفل به هو هذا العيد إن شاء الله اشتركوا في القناة